خصصت البنوك المركزية حول العالم تريليونات الدولارات من الحزم التحفيزية لمواجهة الوضع الاقتصادي الذي تسبب به فيروس كورونا والذي قد يكون الأسوأ منذ مئة عام لكن ذلك تسبب في انهيار بالاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية لكثير من الدول لتفقد البنوك المركزية حول العالم أكثر من 175 مليار دولار من حجم احتياطياتها من النقد الأجنبي في أقل من شهرين وتظهر حركة مؤشرات لاحتياطي من النقد الأجنبي في أكثر من 50 من هذه الدول الدول الكبرى وأيضا لاقتصادات الناشئة والنامية أن 30 دولة منها سجلت احتياطياتها النقدية نزيفا حادا منذ تفشي الجائحة أبرزها الصين من حيث القيمة والتي فقد احتياطيها النقدي أكثر من 46 مليار دولار في مارس الماضي فقط فيما تصدرتها من حيث النسبة تركيا التي فقد بنكوء المركزي قرابة 15% من الاحتياطي النقدي بقيمة 15 مليار ونصف المليار دولار في شهر واحد كما تشهد تراجعا قياسيا في احتياطياتها من النقد الأجنبي بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر من عام 2006 كما سجل الاحتياطي الأجنبي لنحو 12 دولة من أكبر الاقتصادات الناشئة من بينها البرازيل وروسيا أسوأ معدل تراجع منذ الأزمة المالية العالمية قبل 12 عاما في المقابل تمكنت دول الأخرى من الحفاظ إلى حد كبير على احتياطيها من النقد الأجنبي في ظل الجائحة من بينها مصر التي فقدت 9 مليارات ونصف المليار دولار في ثلاثة أشهر كاملة وبحسب صندوق النقد العربي فإن استجابة البنوك المركزية من خلال أدوات السياسة النقدية والسياسات الاحترازية خفافت من حدة التداعيات الاقتصادية للجائحة وتتخذ البنوك المركزية سياساتها وفقا للتفويض الممنوح لها من قبل السلطات وظل سعر الفائدة أحد أهم أدوات السياسة النقدية لكبح جماح التضخم وهو ما تقوم به البنوك في الحالات الطبيعية وعند الأزمات تستخدم المصارف المركزية أدوات غير تقليدية من أبرزها برنامج التيسير النقدي وشراء السندات والفائدة السلبية وكذلك برامج للإقراض وتوفير السيولة في هذا الصدد يرى اقتصاديون أن رؤساء البنوك المركزية استنفدوا الوسائل المتاحة في سبيل مواجهة آثار كورونا على الاقتصاد في معظم دول العالم ترجمة نانسي قنقر